هنا قلنا الدومين كل الار مع عدد صفر هسا نجي عن النقاط اللي احنا كتبناها نقوم مستخراج الدومين عن طريق خط العداد هذا خط العداد طلعنا الدومين نقوم بتعويض الدومين المستخراج المعادن ونرى ان كان الحل صحيح او لا في حالة انه كل الار مع عدد صفر يعني اذا واحد فنقل واحد تربيه يطلع واحد زاد واحد اثنين على واحد اثنين اذن اوكي سالب واحد سالب واحد تربيه صار واحد زاد واحد اثنين على سالب واحد اذن اوكي ما عندي مشكلة من الموضوع نقوم بجعل الدالة عبارة عن X بدلات Y أي نقل من تغيرات نحن عندي معادلة رح اشتغل عليها اللي هي هاي Y تساوي X تربيع زاد واحد على X طرفين بوسطين يصير Y X تساوي يصير Y X تساوي X تربيع زاد واحد إذن X تربيع ناقص Y X زاد واحد يشعى صفر مجرد رتبت المعادلة نقلت هذا الهنا إشارتها كانت موجبة زائر السائبة قانون الدستور قانون الدستور اللي هو الـ X يساوي خطة الكسر سالب B ناقضها تحت الجذر B تربيع ناقص 4 AC على 2A بالتالي هنا الـ A تساوي واحد هنا معامل الـ X واحد الـ B تساوي سالب Y معامل الـ X هنا معامل الـ X تربيع معامل الـ X يساوي سالب Y هنا C يساوي واحد بالتعويض سالب B اللي هو يعني سالب في سالب Y سالب في السالب صارب موجب موجب Y ناقضها تحت الجذر بتربيع اللي هو سالب Y كل تربيع اصير واي تربيع ناقص 4 في A اللي هو واحد في C اللي هو واحد على 2 في واحد بالتالي صارت المعادل عندي هي X يساوي X يساوي Y ناقص زال Y تربيع ناقص 4 و بزيلي من عندي دالة على 2 من عندي دالة إنه نقدر نقول هذا Y X تساوي Y على 2 ناقص زائد جذر Y تربيع ناقص 4 على 2 بالتالي ما يمكن أنه أقول أخذ هذه الدالة اللي هي X one ساوي على 2 بالتالي تمثيلها على خط العداد شونا أقدر أعوض مكان Y كل أرقام ما أقدر أعوضها إذن إنسان بالإنفينيتي بالإنفينيتي هاي كل موجب عندي X 2 تساوي جذر Y تربيع ناقص 4 على 2 ثانيا بالتالي نقول Y تربيع ناقص 4 لازم أكبر أو يساوي الصفر لماذا أكبر أو يساوي الصفر لأن أولا هو بالبسط فإذا طلع صفر أوكي ثانيا هو تحت الجذر لازم تحت الجذر أكبر أو يساوي الصفر يعني جذر الصفر أوكي الصفر جذر الموجب أوكي جذر الصالب الميسر فبالتالي Y ناقص 2 Y زال 2 أكبر أو يساوي الصفر فراح سيصر عندي Y أما Y تساوي أكبر أو يساوي 2 نمثلها بهذه الطريقة أو Y أكبر أو يساوي صالب 2 نمثلها بهذه الطريقة نعوض موجب في الموجب وموجب سالب في الموجب سالب سالب في السالب طلع موجب فالفترة حصير عندي الرينج أصغر أو يساوي صالب 2 وأكبر أو يساوي 2 ناخد السؤال الأخير اللي هو يقول Y تساوي تحت الجذر X زاد 1 على X ناخد سواهل تحت الجذر تحت الجذر تحت الجذر